موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان هذه الحلقة بعنوان كتير كتير مهم ماذا يواجه العابر إلى المسيح في هذه الأيام نسمع عن معجزات هائلة معجزات جميلة قوية جدا الله حي يتفاعل ويتعامل بشكل معجزة ولسيما مع العابرين عم نشوف أعداد بلا حدود صعب أنك حتى تعطي العدد الرقمي ولكن كل يوم عم نتلامس وعم نشوف أعداد كبيرة من أحبائنا المسلمين اللي بيرجعوا إلى يسوع المسيح أكيد في أسباب وأنه الله بحبهم محبة متساوية والله بيتعامل معهم بشكل عجيب ولكن السؤال يعني كيف يواجه العابر التحديات والظروف الصعبة ولسيما في عالم متغير سريعا ومتقلب ولسيما في وسط عالم ما زال في قيود اجتماعية قيود دينية وقيود سياسية اللي بتخلي الإنسان محدود نوعا ما في قراراته وفي اختياراته ولكن مع هذا الكم الهائل والحجم الكبير من العابرين الذين يأتون إلى يسوع المسيح فاضطرين أن نعمل هذه الحلقة لنساعد البعض لعلا تكون إضاءة أو القائد على هذا الموضوع المهم إنه شو هي التحديات وإيه بواجه العابر وبنعمة الله نتكلم عن الحل والعلاج وبصلي إنه هذه الحلقة تكون سبب بركة وتلمس ناس كثيري من المشاهدين في هذه الحلقة ابقوا معي حتى أعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا ماذا يواجه العابر إلى المسيح؟ يصرني أن مش عاوز أقول أستضيف لأنه هي صاحبة محل الأخت رشا نور الأخت رشا هي كمان عابرة من خلفية إسلامية عبرت إلى المسيح وأيضا عندها خدمة مباركة وتعتبر أم للكثيرين في الخدمة والمساندة والمساعدة لأحبائنا اللي بيحتاجوا دايما إلى عناية خاصة أهلا وسهلا أخت رشا أهلا بيك يا أخ نزار إحنا كتير فرحانين بعد غياب على فكرة مش طويل ولكن بنحب نشوفك دايما نشكر الرب في وقته ربي بيكمل أكيد أخت رشا يعني أنا قلت العنوان كأخت عابرة لما بتسمع العنوان إيه أول فكرة أنا عاوز أعرف يعني اللي بمخك أنت حاليا إيه أول فكرة بتخطر في مخك في هاي اللحظة لما بتسمع موضوع الحلقة التحديات اللي بيواجهها العابر بيواجهها مع أول مرة بيدخل فيها الكنيسة الكنيسة لكن مش الإيمان بالنسبة للتحديات اللي بيواجهها بعد ما بيعبطت بيواجهها في الكنيسة وبيواجهها في البيت يعني بيبقى حياة العابر فيها اتجاهين فيهم تحديات الناس اللي هم مش معاه في نفس الإيمان اللي هو زي عائلته وزي أصدقاؤه وزي بلده لو كان هو عبر في بلد الأم حيلاقي أن كم التحديات اللي بيواجهها اللي هو عبر في بلد شرق أوسطية مثلا هتلاقي طبعا ده ضد الإيمان الإسلامي فبيتواجه بأنه هو بيتحل دمه مثلا وبيبقى عرضة أنه هو يكون يتقتل في أي لحظة ده غير أن هم أهله في بعض الأحيان هم اللي بيبلغوا عنه أو أصحابه أو جرانه ودي تحديات خارجية أنا بسميها دي التحديات الخارجية لأن دي خارج إطار يعني المسيحي لأنه هو بينتقل من الإسلام إلى المسيحية فهو أما بينتقل إلى المسيح وبيبقى له علاقة بالمسيح المفروض أن المكان ده هو مكان بيسموه السيف زون اللي هو مكان الراحة الأمان لكن للأسف أنه هو بيواجه تحديات في مكان الأمان يعني ما بتبقاش التحديات الخارجية اللي هي جياله من الناس اللي هو لا يوافقه الإيمان لكن بكمان من جوة الكنيسة ومن جوة جماعات المؤمنين للأسف لما كنت بتكلمنا إياك قبل دخول للستوديو عن خدمتك وعن الكم العابرين اللي بترعيهم طبعا في الاجتماعات المتعددة سواء في شمال أمريكا أو في الشرق الأوسط ولكن ذهلت من نقطة مهمة أنه بتحكي أنت كرشعة اللي أنا بفكرك يعني من أولها بلشتي قلت أنه أخذتك 14 سنة حتى تكوني رشا اللي بتستضيف واللي بتتعامل واللي بتتلمز واللي بتعلم فإذا أنت وجدت التحديات فأنا بحب دائماً أسأل الشخص أنت من ناحية شخصية إيه التحديات اللي وجدتها وممكن تشاركين يمكن عن التحديات اللي بمر فيها العابر التحديات هي الشعور بالوحدة دي أول حاجة أول تحدي إن أنا العلاقات اللي كانت حوالي وأنا مسلمة ابتدت أفكاري تتغير إحنا يعني ربنا بينور ذهننا مستنير عيون أزهرنا ربنا بيغير أفكارنا من جوه ليه؟ لأن الكتاب يقول أن أفكارنا مستأثرين كل فكري إلى طاعة المسيح فأنا أفكاري بتتوجه من واحدة عادية إنسانة طبيعية عادية مسلمة عايشة في مجتمع إسلامي لوحدة بتبتدي أنها تتغير حياتها لكلمات الكتاب المقدس تتعاش يعني الكلام اللي أنا بقرأ في الكتاب المقدس ربنا بيبتدي أنه هو يعمله يعني يفعله في حياتي فأعيشه فما بيحصل كده بيحصل شعور بالوحدة بيحصل انفصال ما بيني وما بين الناس القريبين مني مهما كانوا الناس القريبين مني قربهم بيحصل نوع من أنواع الانفصال والانفصال ده بيعمل نوع من الوحدة وللأسف أن الوحدة دهيت أي واحد عابر بيجري على الكنيسة بقى أنه على العيلة البديلة لكن مش بيلاقي الدنيا مفتوحة بالنسباله زي كيف كان يتوقع بالظب زي توقع يعني أنت بتحكي أخت رشا تذكرت كلمات المسيح عندما قال جئت لا لألقي سلاما بل سيفا وفعلا السيف مرات في البيت الواحد مثل ما بقول ألد أعداء الإنسان أهل بيته وأنا شفت حالات كثيرة أنه حتى الأهل حاولوا يتخلصوا من الشخص اللي آمن بيسوع المسيح فبيحس بالرفض متروك بيحس بالوحدة أنا زي محيك قلت أن أنا لدي علاقة كبيرة بكتير من العابرين ويعني ربنا بريكني بناس يعني قدمت لهم رسالة المسيح وإبلوها وشفت التحديات اللي هما بيواجهوهم أنا شفت ناس شخص مثلا كانت أهله بيحطونه السم جوه الأكل أنا شفت ناس كانوا مقاعدين ابنهم فوق السطح في قلب قوضة وقفلين عليه علشان هو ترك الإسلام أنا شفت حاجات كتيرة في تحديات بيحصل بتحصل للعابر نتيجة عبوره وعايزة أقول مهما كانت التحديات اللي بيوجهها خارجيا زي ما أنا قلت في الأول في حاجة اسمها خارجيا وداخليا الخارجيا اللي هي بيوجهها مثلا من مجتمع إسلامي من أهل مسلمين من أصدقاء مسلمين من ناس مختلفين عن الإيمان دي الحاجات الخارجية الحاجات الخارجية دي بتيجي معاها تعالزيه أنت لا تتخيل عملها يعني أنا فصلت عن عائلتي للأسف لأن أنا ما بقاش في حوار مشترك أنا كنت بيجي أتكلم مش لقي حوار مشترك من كتر ما أنا قاعد طول النهار والليل عمالة أقرأ في الكتاب المقدس فابتدت أفكاري نفسها تتغير ابتدت أهدافي تتغير ابتدت لغتي تتغير ابتدت الأمور اللي هي بيهتم بيها تختلف فما بيجي أتكلم مع حد ما بقاش في حوار مشترك لكن في وسط ده بقى بيجي المسيح بمعيته يعني المسيح الذي لا يتركنا ولا ينسانا اللي هو بيجي بمحبته بيجي بلمساته اللي هي بتحسسنا أنه إحنا مش لوحدنا إحنا مش متركين لا أتركك ولا أهملك كتاب المقدس بيقول عيني عليك فالرب لا يتركني ولا ينساني فبالتالي مهما كانت الصعابة الخارجية المعية مع المسيح هي كانت بتبقى الدواء للجروح ده هيط لكن أنا هقول حاجة بما أن إحنا فتحنا التحديات الخارجية كتير من العابرين بيواجهوا مشكلة أنه هم عندهم مشاكل مع أهلهم أنا كان عندي مشاكل مع أهلي وممكن يكون أنا أعرف ناس أهلهم هم اللي بلغوا عنهم السلطات وكده ولكن أنا عايزة أقول أن بلاش تسيب المرارة تدخل في قلبك لو أنت عابر وتعرضت المواقف زي كده واتمن أحلك أنا بصلي معاك دلوقتي أن ربنا يكسر روح المرارة من جوك ربنا يلمس قلبك دلوقتي لمس بالروح القدس رب بالروح القدس الروح المعزي الروح اللي بيقودنا الروح اللي بيملانا الروح القدس يملاك النهاردة ويكسر من جوك كل روح مرارة لأن المرارة ده هي بتوقف العلاقة يعني بتبقى عاملة زي الرواسب بتعيق العلاقة ما بيننا تدفق العلاقة ما بيننا وما بين الله الغضب المختزن يعني غضب وغضب وغضب عم نخزن في جوانا مثل البركان الثائر بيغلي من جوه عم بيدور نفسه بقول لألا يطلع أصل مرارة فيتنجس الجسد كله لأنه المرارة لها نتائج لابد أنه تظهر نتائجها وطبعا مثل ما ما ذكرت طبعا الشخص العابر يعني كل ما هناك أنه اختبر المسيح والمسيح بشهادة كل الديانات والكون كله والعلماء والأعداء لا مثيلة له متفوق يعني ما رحش للإلحاد ولا رح لأي ديانات خرافية ولا يعني دأجل المسيح اللي هو قمة يعني الروعة قمة الروعة فبيعتبروه عدو في البيت خائن للوطن وخائن للدين تعرف الشيء اللي لمسته كمان من خلال معرفته كتير من العابرين يتهم أنه خائن للوطن بينما رجال الدين في وطنهم لما بتسمع خطبهم بتلاقيهم أنه خونا فعلا بكل معنى الكلمة أنا بتكلم لأنه احنا أجينا من عائلة وطنية لكن السؤال أنه أنا بشوف أغلب العابرين بحبوا بلادهم بحبوا وطنهم بيصلوا لعائلاتهم عم بيغفروا عم بيسامحوا عم بيصلوا من أجل الحكومات والرئاسات لا أعتقد أنه الدين عم بيخليهم أن يصلوا للرئيس ولا للسلطات ولا لكده إلا الشخص المؤمن المسيح رسالته محبة بالضبط فالمسيح لأنه رسالته محبة المحبة بتغمر قلبي الأول حاجة بتعلمها أي عابر رسالة الصلاة الربانية الصلاة الربانية بتقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا أنا محتاج أن أنا أغفر وحقيقة بتقول أنه فعلا في عابرين كتير وإحنا كلنا بنصلي من أجل وطننا وأنا بصلي من أجل الشرق الأوسط كله مش وطني بس لا لا وبيحب وطنهم وإنه الأخطر والأصعب إنه لما يتهم الشخص اللي بحب وطنه خاين بينما الخوانة اللي بيستخدمه بتاجره ببيع الدين هؤلاء المرغوبين يعني بالنسبة للوطن يعني هو تركيبة الشرق الأوسط غريبة عجيبة يعني الديئة بتاعنا كله ملخبط بصراحة ولكن يعني الناس اللي بتحب ترفض والناس اللي بتكره تقبل يعني ويلن للقائلين للخير الشر والشر خير للظلمة نور والنور ظلمة انقلبت المقيس والمعايير العابر هو شخص بحب عيلته وبحب بلده وبحب شعبه وبحب ناس وبالدليل إنه عم بيصلي بدموع وحرارة من أجل خلاص بلده بالضبط وبنصلي بحرارة وبنقعد أما بيكون فيه مجموعات من العابرين وزي ما حيك قلت أنا عندي ناس كتيرة أنا بحاول إنه إحنا نعمل اجتماعات للعابرين ويبقى فيه أسرة للعابرين أما بنقعد نصلي لازم بنفتكر أهلينا ونفتكر عائلتنا بالكامل وبنصلي من أجل بلدنا وبنحب بلدنا جدا ودايما بنصلي بالبركة إن هي تيجي على بلدنا ده اللي بيعلمه لكتاب المقدس مشكلة المجتمع إنه هو بيرفض كل ما هو غريب يعني مثلا السنة في مصر بيرفضوا الشيعة وبيرفضوا البهائيين وبيرفضوا المتنصرين ليه؟ لأن هم مختلفين عنه وهم شايفين من دول الكفار لكن أنت بتتدخل في كيفية إيماني أنا بقود ربنا إزاي أنا عايزة أقول أنا وصلت لإله بيحبني بلا شروط وصلت الحتة وعود فيها الرب بيقول إذ لا دينونا الآن على الذين هم في المسيح يا سوء أنا ما لقيتهاش الكلام ده هوت في الإسلام يعني أنا ما عليها ما ليش دينونا علي لو أنا في المسيح يعني مش هقف أمام الديان العادل يدني لكن أنا في الإسلام في دينونا وما منكم إلا واردها ده أنا لازم أدخل النار غاز من عني واخد بالك ما فيش ما فيش ضمان بيقول لي إنك أنت مش هتوقفي قدام الديان لازم هتوقفي قدام الديان ويدين ويوزن حسناتك وسيئاتك فكل الأمور ده هيت بتخليني أنا بضماني الأبدي ده هوت وبعلاقتي بالمسيح بتخليني عندي شفاء داخلي بتشفي ما بيبقاش عندي مرار أصلا أنا يعني نظرتي مش نظرة خارجية أنا دلوقتي حيطهدوني علشان الجسد لكن عايزة أقولك إن أنا أنا ببص البعيد أنا ببص أنا لي مجد في السماء فأنا نظرتي مختلفة وده اللي أنا عايزة أقوله للعابر يعني النهاردة لو أنت عابر جديد لو أنت لسه في بداية حياتك في الإيمان وحاسس أنك أنت عشان أخدت الموقف دهوت ومشيت وراء المسيح أنك أنت حياتك تقلبت رأسا على عقب أنا عايزة أقول فيه أمجات سماوية والموضوع مش زي الإسلام لا أنتوا ليكم الحريات وليكم مش عارفة إيه لا ده الرب بيبتدي السماء من هنا على الأرض الرب بتحس بمعيته والإله اللي ما بيكلمش حد غير الأنبياء دهوت المسيح بيكلمك وبيمشي معاك وبيقودك وده هو ضمانك وهو ده اللي هيفجر من جواك المحبة اللي هي بتنبع من نبع المحبة اللي هو الرب يسوع يملى حياتك ويغمر حياتك بإسمي يعني الرب يسوع قال أبغضوني بلا سبب العالم رايح يبغضكم ودائما لما نتكلم مع الجميع كل شخص بغرض النظر اللي بشاهدنا المسيح لم يعد بطريق مفروش بالورود وكلما اقترب مجيء الرب رح تشوف الاتهادات أكتر ورح تشوف أنبياء كذبة ومسحاء كذبة ومعلمين كذبة ورح تشوف الحق بيتحور يعني شوفي احنا للمشكلة المؤمنين بالشرق في اتهاد جسدي خلص معروف أنت غير مسيحي يعني أو صرت مسيحي في اتهاد عارفينه ولكن الغرب بيستخدم الحرية نفس الحرية هي الاتهاد ضد المسحين مين اللي بيستفيد من هاي الحريات الأقليات التانية والديانات التانية وكله بيستخدم لأنه في المسيح ممنوع تكذب ممنوع تحلف ممنوع لازم تكون مواطن صالح لازم تكون أمين لازم تكون صادق لازم تكون وهو إلى آخرها أنت اتكلمت أنه الشعور بالوحدة إيش كمان ممكن بمر في العابر في بالغربة شعور بالغربة أنه هو مش منتمي بيحس أنه هو غريب في وسط مجتمع جديد وده بقى ينقلنا لتحديات الداخلية اللي هي تحديات اللي بيواجهها العابر جوا الكنيسة أنه هو بيدخل جوا الكنيسة بيحس أنه هو عامل زي ما يكون مثلاً واحد صيني حطوه مثلاً في جوة الشرق الأوسط وهو حاسس أنه هو الوحيد من نوعه ودايماً أي واحد عابر بيحس كأنه هو أو الواحد عرف المسيح وأنا الوحيد اللي في الدنيا اللي غيرت من الإسلام للمسيحية إلى أن يفاجأ بكم رهيب من العابرين دلوقتي ويلاقي مجموعات كتيرة جداً وناس خدام أو زماء نشكر ربنا من أجلهم وناس بيدفعوا عن الإيمان المسيحي وبيعملوا دفاعيات وحاجات زي كده فوضعوا جوة الكنيسة إحساس بالغربة اللغة اللي بيسمحها مش متعود عليها لغته هو مختلفة عن لغة الكنيسة ودي بتفتح قدامي حاجة أننا نفسي أوجه رسالة للكنيسة والمجتمعات المسيحية لو سمحتوا طولوا بالكم على العابرين أرجوكم إحنا ما بنعلم أولادنا بنمشي على سطر ونسيب سطر ما ينفعشوا طول النهار قاعدة انتقد في أولادي علشان أقول أنا بربيهم دايماً شجعوا العابر أما بيعمل حاجة كويسة لأن العابر داخل اللغة الكتاب المقدس مختلفة عن اللغة اللي هو متعود أنه هو يقرأ حاجات بيها أو أنه هو القرآن لغة مختلفة خالص عن لغة الكتاب المقدس في بعض المصطلحات في الكتاب المقدس هو مش فاهمها خالص لسه ما زال عنده سلوكيات غريبة واخدها من الإسلام إلى المسيحية بتاخد وقت عبال ما هو يتغير فأنا نفسي أن احنا نبتدي أن احنا نصلي من أجلهم نطول بالنا عليهم نحبهم محبة زي أولادنا بالضبط بنحبهم حتى لو هم غلطانين بنحبهم وهم بيعملوا الغلط ونقومهم وهم يقعوا نقومهم وهي دي المحبة الحقيقية ده الدرس ده مش درس وعز الوعز موجود على الإنترنت وموجود في كل حتة لكن الدروس العملية اللي كان بيعملها المسيح نفسه مع التلاميذ كان محد بييجي يقع كان بيروح يطبطب عليه يقول له أنا عارف أنا عارف أنت عدد بإيه أنا عارف هو طبعا فيه خوف من النحيتين فيه خوف من المسيح بسبب الهيستري بسبب التاريخ اللي عاشوا في الشرق الأوسط من كبت ومن من ظلمة وكمان في كتير دول يستخدم الأمن حتى يتحرع على إذا فيه ناس عبروا ليه المسيح فدائما عندهم المخاوف لا ده مش مش أكيد هو عابر ده يمكن جاي لمصلحة أو جاي لسبب أنا بتذكر أنا إلي بالخدمة خدمة الميديا مع عارف شتب تعرف أنه أول برنامج في العالم حوالي أربعين سنة إلي في خدمة الميديا واليوم اللي أنا بشوفه غير عن البداية بس أنا بتذكر فيه صديق عابر رحنا على الكنيسة الأسيس أجا قال له خنزار دخيلك تعملناش مشاكل يعني دخوله حس كأنه رح يكون فيه مشكلة في داخل الكنيسة وأكيد أنت سمعت قصص مثل هذه ولأ اليوم الوضع اختلف الميديا تغيرت أغلب خدام الميديا هم من العابرين الكنيس مليانة عابرين في كل مكان في الشرق وفي الغرب يعني فالدنيا تغيرت شوي ولكن أنا معاك يعني فيه الإحساس بالغربة هذا مهم جدا أنه انعالجوا بالكنيسة بالذات أنا قعدت سنين طويلة يقولوا هي دي مؤمنة والدي أمن دولة والدي مسلمة والدي يعني متشككين دايما في إيماني حتى وأنا مفيش أي مشاكل يعني مش مفيش حاجة بتثير الشك لكن دايما بيبقى متشككين في إيماني العابر للأسف وعلشان كده أنا يعني النقطة اللي أنا أعترتها قبل كده إن إحنا ما نيجي نتعامل مع العابرين نتعامل معهم كأنهم أولادنا ننفعش إن إحنا يبقى دول الدخلاء وإنتوا مش عارفة إيه وإحنا المسيحيين الأصليين أنا عايز أقول كل الكنيسة أمم يعني كلها عابرين الحقيقة إن دول عبروا قبل دول لا لا والحقي قال حتى في إسرائيل في مش أقل من خمسين ألف يهودي عبر للمسيح يعني حتى في اللي من تسميهم يهود مثلا أو كده عبروا للمسيح في ناس عبرت للمسيح من الإلحاد من الهندوس من البودية من ديانات من هرتقات من بدع من من في اللي عبروا كمان من الإسلام ولكن لأنه إحنا ببرامجنا إحنا بنتعالم مع مجتمعنا اللي بيحكي اللغة العربية وفاهمين الكولشور العادات والتقاليد وكل هالأمور فإزاي نتعامل مع الشخص ميحسش إنه غريب في الكنيسة أولا لازم نكلمه بلغة أسهل يعني اللغات بتاعة اللغة المسيحية دايما اللغة المسيحية صعبة يعني إنك أنت تقوله ربنا يبركك بجد بالأمانة ومتحلفش وهو يجي يقولك والله يتقوله ما تقولش والله وكل ما يجي يتكلم كلمة يتقوله لأ أنت ما تعملش لازم يبقى إحنا بنتوّل بالنا في التعليم في التعليم يعني زي ما قلت كده يبقى عندنا سطر بنمشي عليه ونسيب سطر ودايما المحبة لا تسقط أبدا يعني الدروس اللي أنا تعلمتها بالمحبة هي اللي سبتت فيها عايز أقول وأنا دخلت أول مرة كنيسة ما فهمتش هما بيقولوا إيه يعني كانت بالنسبة لي اللغة زي ما يكون واحد دخل في درس لغة مختلفة تماماً عن العربي كأن أنا مش يعني كلام يدوبك اللي في النص مثلاً وبعدين ألاقي كلمة مثلاً تلاقي مثلاً ملكوت السماء هي ملكوت السماء ده وبعدين ابن الإنسان بتشفاهم مين ابن الإنسان تبرير فداء تبرير فداء بانوراما الدم كلمات مصطلحات صعبة جداً مش فاهمينها وإحنا مش فاهمين يعني إيه الكلام ده أنا مش فاهمين قعدة النموس أنا يعني فقط التركيز مع الكلمات ده هي كلمة عن اللوية نفسها مكتشفاهم يعني إيه معناها سلاح اللي هي السكتة الموسيقية اللي موجودة في المزامية مش فاهمة إيه دي فالعابر بيقف عنده نقطة كتيرة جداً هو بيقرأ كتاب المقدس وهو جوه الكنيسة بيسمع وعز وكده فهو بيبقى محتاج أن حد يكون بيتبنى حد يعني يقولك ده مثلاً أخ لي أو أب لي أنا هحاول أن أنا أشرح له بعد ما نقعد نسمع الوعزة أرجع تاني أبسطها له علشان يتعود يروح على الكنيسة لكن في نفس الوقت يبقى فيه لغة تفسيط للعابرين علشان أنه هو يبقى فيه مرحلة انتقال ما بين الحياة من غير مصطلحات مسيحية إلى أن تتغير اللغة بتاعته لا هو بالحقيقة الموضوع هذا بيشمل الكل اخترشة محتاجين نشرح الكلمة اللي منعبر عنها اللي منحكيها فمرات كتير من السئل أنه نطلق كلمات بدون الشرح وحتى مثل ما ذكرتي مش العابر حتى مسحيين كتير كتير مصطلحات ما بيعرفوها أنا بسميها مصطلحات إنجلية يعني هاي تستخدم دايما في الأوساط الإنجلية وكل طيفي إلها مصطلحات يعني أنا عندي أصدقاء من طواقف تانية مرات بيستخدموا مصطلحات مش فاهمها ولكن تعودوا على هذه المصطلحات ولكن الكتاب بعلمنا إنه نتعامل يعني زي بيبي عم بياكل الحليب يعني وشوي شوي يتعلم وينمو في المعرفة وفي النعمة أمين نفسي كمان إن إحنا بما إن إحنا تكلمنا على التحديات اللي بيواجهها العابر بعد عبوره يعني بعد عبوره انفصاله عن الأهل وعن المجتمع بيواجه يعني بيخلي جواما خاوف وخصوصا إن بعض العابرين أو في نسبة كبيرة أو أي من العابرين بيكونوا بيسيبوا البلد بتاعتهم بيحاولوا إنهم يلقلهم وطن تاني لأن طبعا مش قادرين يعيشوا مسيحيتهم في بلدهم وكده فبيتواجه يعني بينشأ جواهم مخاوف المخاوف ده هي بتكبر للأسف وأنا شفت ناس من العابرين بيبقى المخاوف دي بتسيطر عليهم مخاوف بيبقوا قاعدين قلقانين طول الوقت بيجيلهم بيجيلهم من كتر المشاكل الداخلية جوا الكنيسة والكلمات السلبية اللي هما دايما بيسمعوها بينحصروا في نفسهم ويبتدوا أنهم يستسلموا للاكتئاب أنا نفسي أن العابر اللي بيوصل للنقطة ده هيت يفتكر محبة المسيح أنا ما كنت بوصل لحتة أن أنا أبقى بتعب فيها قوي قوي وأنا بقى ليس سنين في الرب مع المسيح بقى ليس سنين جاء طويلة كنت برجع أقرأ سفر نشيد الأنشاد وسفر نشيد الأنشاد تأمل فيه أنه بيكلم عن المسيح والكنيسة في يعني بما أنه بيكلم عن العروس والعريس والمسيح هو عريس الكنيسة فهو تأمليا بالعلاقة حمي العلاقة ده فبتدي كنت أقرأ وابتدي أن أنا أكلم الله وأقوله أنا محتاجة أن أنا أرجع للمحبة ده أرجع للحضن ده محتاجة أن أنا أرجع للمسات الروح القدس تبقى بتشتعل جوايا عمل الروح القدس أنا محتاجة أن أنا حياتي تكون مختلفة ما كونش بتأثر من الزروف المحيطة بي لكن أنا أنا أؤثر في الظروف التي تحصل بغض النظر عن المتاعب والمصاعب لكن أكون مؤثرة فيك وبكلمتك وأكون وقفة وثبتة على الصخر إحنا كعابرين بنحس أن إحنا مقطعين من الشجرة أنا كتير كنت بيحس بوصل للمشاعر ده أن إحنا بنبقى طلعين من عائلات بتبقى عائلات عادة كبيرة وفيها تجمعات كتيرة وفيها إنت عارف طبعا الشرق الأوسط فكون إن أنا نخلع من الجو ده هو أبقى الوحدي ده كان أمر بيزعجني وكان بيقلمني وكان الرب بييجي بيطبطب علي بالروح القدس تلاقي لمسات الروح القدس تيجي تشفي تشفي الوحدة وتشفي الخوف والوعود اللي في كتاب المقدس تطلع وتبان المسلم جاي بخزين من الأفكار المغلوطة عن الله الكتاب المقدس هو النقيد لهذه الأفكار يعني الله ما بيكلمش حد الله بيكلمني وبيكلمني وبيرشدني والله لا يتركني الله بيوديني النار ويدخلني النار لكن الله في الكتاب المقدس بيضملي أبديتي بتلاقي أن الأفكار دي بتبقى لها تأثير في حياة العابر وهو في خضام المشاكل فالحل أنه هو يبتدي يقرأ في كتاب المقدس لو أنت بتقرأ أول مرة في كتاب المقدس أو أنت قريت مئة مرة في كتاب المقدس ومش فاهم قل له يا رب افتع عناية عشان أفهم وإصرارك في أنك أنت تقرأ في كتاب المقدس وإصرارك في أنك أنت تكمل إراية في كتاب المقدس هتلاقي الرب في محبته بيفتح عينيك وبيديك من الكتاب أمور فائقة للطبيعة يعني أمور تغير أمور تنزعك من مخاوفك من إحساسك بالوحدة وبحررك والتحرير طبعا وهيملك بقى هيملك بقى أحشاء مكان بقى الحزن والاكتئاب والمخاوف هتلاقي بقى أحشاء المسيح تنسكب بقى وتلاقي إن أنا اللي أنا خايف منه هتطلع صلوات للناس اللي خايف بدل ما أنا عايز اللي يشلني أبتجي أنا أشيل فهم قصدي يعني أنا قعدت سنين قدام الرب بابكي سنين طويلة قدام الرب بعيط يا رب أنا محتاجة أسرة أنا محتاجة حد يحتضني أنا محتاجة ملياش حد أنا مفيش حد بيهتم بي وإحنا ملناش عيلة وبعدين رب حرارني إزاي قال لي أنت تبقي العيلة أنت تبقي الأم أنت تبقي الحضن أنت أنت اللي هتطبطب على الناس وأنت اللي هتحتضن يوم وسكب جوايا أحشاء المسيح لدرجة إن الواحد الناس بتقولك البرايفسي يعني خصوصيتي بيعملوا حدود البعض عشان الخصوصية ربنا كسر الحدود هيت عندي درجة إن إحنا بيتنا مفتوح دايما لأي حد ييجي ليه لأننا بدل ما أنا بدور وبعاية للرب رب بأحشاء المسيح اللي سكبها جوايا وده اختباري يعني أكيد اتغيرت وده نفسي يكون اختبار كل واحد منحاصر في ذاته وبعيد عن الكنيسة أكيد أخترشة رح ناخد فاصل وبعد إذنك بعد الفاصل ممكن ناخد مكالمة طيب أحبائي يمكن اللي بيشاهدونا من أحبائنا المسلمين يمكن مش موافق مع هذا الكلام بس جرب يعني أعطي فرصة بدل من أنك توجه اتهامات أو شكايات أو أنت يمكن تعودت تسمع تعبيرات معينة وأنا يعني بالفيسبوك دايما بشوف نفس العبارات نفس الكلمات تتكرر وكأنه هو هذا الحد يعني اللي وصلنا له جرب أنك تتفهم الشخص التاني وليه ليه اسأل نفسك ليه مسلمين بأعداد إحنا نحن نتكلم على أعداد يعني صعب تحط عدد رقمي عم بيرجعوا للمسيح اسأل السؤال لي وجرب أنك تتصلي وتبحث بنفسك ابقى معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا حديثنا في هذه الحلقة مع الأخت رشا نور ماذا يواجه العابر إلى المسيح وذكرت بعض الأمور بعد إذنك رشا رح أخذ مكالمة الأخت سلوى من مصر أهلاً وسهلاً أخت سلوى أنت معاناً على الهوى أهلاً وسهلاً ربنا يبرككم هاي رشا أهلاً بيك يا سلوى ربنا يبرك خدمتكم حاوبتي وعندي اختبار كده يعني أحكيه باختصار على قد مقدر لأنه هي موكسة طويلة شوية لكن شفنا فيها مجد الرب وشفنا فيها عمل الرب الصالح مهما كنا سحروب والشيطان بيحاربنا وبيحاول يفقدنا الرجاء والأمل في المسيح لكن اللي مع الرب دايماً مسنود أنا كنت حامل في ابني الكبير وأما ولدته اتصدمت صدمة فضيعة في أول دقايق بيحط الولد على سدري لقيت الولد ما عندوش ما عندوش مش مخلوق لقيت الولد اتصدمت جداً وطلع عنده مشاكل تانية جوه بقه وما عندوش سقف حلقه وما ينفعش يرضى عرضعة طبيعية وكان موضوع كبير جداً وصدمة قوية علي أنا يعني سبت كل حاجة في الحياة من أجل أن أنا عيش حياة حرة مع الرب ودي كانت صدمة كبيرة وكانت حربة قوية من الشيطان أني أنت مسنودة على هوا لكن الرب وريني مجد وأخدنا أخدوا الولد مني وكانت نفسيتي وحشة لكن لقيت الدكتورة جاية بتحكي معايا أن أنا لازم أروح سين سكول مدرسة لقشارة علشان أبتدي أتعلم لغة الإشارة لأن الولد هيطلع ما بيسمعش وما بيتكلمش ولازم أفهم اللغة دية علشان أقدر أتعامل معاه في المستقبل فكان الإيمان جوزي الحقيقة كان قوي جدا وقتها أقوى مني بكتير أنا كنت وقع جدا ولقيته بيتكلم معيها في منتهى القوة وبيقول لها ابني دا هيسمع وهيتكلم وهيسبح وهيصلي قالت له أنا أنا حد مسيحي لكن الكتب الطبية بتختلف تماما مع الكلام اللي أنت بتقوله قال لها بس ربنا حي وابني دا هشوف فيه مجد فحصل حاجتين أول حاجة أنا ما كنتش قادرة أصلي ما كنتش قادرة أعمل أي حاجة لكن بجيب الكتاب كده وبفتح مرة واحدة لقيت قدامي آية اللهم بأذننا قد سمعنا المناقشة القوية ما بين الدكتورة الجينات في المستشفى وما بين جوزي خلت الدكتورة تقول له أنا هجب لك hearing test في المستشفى بتاعة الأطفال اللي هنا فأسرع وقته ممكن عشان تلحقوا تروحوا وتتعلموا اللغة دي علشان الولد مش هيسمعكم الولد ما عندوش أي جهاز سمعي ما عندوش ولا حاجة مخلوق ما فوق عندوش ولا حاجة المدانه مقفولة يعني اللحم مقفول على راسه الحاجة التانية المناقشة دي قدت أن إحنا جلنا معاد قريب جدا جدا رغم المستشفى دي ويت انجليست فيها كتير قوي جلنا معاد قريب قوي وروحنا وقتها في الكام يوم اللي قبل معاد المستشفى جرب بإيده المسلوبة الإيد مسلوبة مطرح المصمار في الإيد المصمار مدمم مصموبة مكان المصمار مدمم وطالع منه نور نور غير عادي والإيد منورة 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 ولا نور الشمس ويحط إيده على الولد وكانت يعني كأننا صحيين مش نايمين ويجي الإيد تتحط على ودن الولد وودن الولد تفتح الإيد تفتح ودن الولد زي الورد ما بيفتح في الربيع تفتح مرة واحدة قدام عينية ويجي المعاد بعديها بشوية صلينا كتير وقت ما شفت الآية وشفت ده ابتدى يحصل جوايا سلام من تاني وكأن ربنا بيقول لي أنا معاكي وسندك ومقويكي وهوريكي مجدي طالما صقتي في واتبعتيني أنا مش هسيبك أبدا أنا ملك الملوك وكان في حوار ما بيني وبين الله وقتها رحنا المستشفى نيمنا الولد لأنه لسه ما كانش يكمل شهر نيمنا الولد ولقينا الخط بتاع السمع بيطلع وينزل بصينا البعض استغربنا جدا لكن كان في يعني كان في روح جوانا بتقول أنا حي أنا حي واللي معايا حي أنا احنا ملناش موت ف الجات الدكتورة بعد ما وريتنا ده قالت استغربت جدا وقعدت يعني يعني كانت مندهشة جدا وإحنا بكينا الحقيقة بكينا أنا وجوزي وقعدنا يعني يهلله يعني الرب صالح طلع الولد عنده نير عنده عصب عنده عصب كل الجهاز ميت لكن عنده عصب العصب ده ساعدنا ساعدنا في أنه يتركب عليه سماعة وبالفايبريشن ده يقدر يسمع دي كانت كان موضوع قوي جدا جدا في حياتنا اخت سالوة طب وهو دلوقتي بيسبح الرب الولد عنده كم سنة دلوقتي عنده 12 سنة بيسبح الرب وبيقف يصلي وبيسجد وبيشوف الرب رؤى العين بيشوفه رؤى العين ووقت الكورونا شاف الرب في رؤية قوية جدا كنا وقتها خايفين لأن عندنا حد تعبان وكنا خايفين الحد ده يتأثر بالكورونا ويروح مننا فشاف الرب وجي قال لي يسوع جي حط ايده على راسي وقال لي ما تخافش فهو كان خايف قوي وكان قلقان حد مننا يفقد حد من البيت لكن الولد يعني مبارك وما بين وقت والتاني بيخش عمليات وبيطلع لكن بيبقى مش جوايا الوجع والتعب اللي اللي كان في الأول لأن أنا شفته أنا يعني شفت عرفت الرب في الأول وشفته في الولد الكبير ده ومن وقتها والولد أما بيقف يصلي فعلا فعلا ربنا بيبقى سمعه ويعني يعني يعني يكفيني قوي 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 إن هو ما عندوش ما عندوش مش مخلوق بحاجة لكن بيسبح وبيصلي وبيقف يتكلم مع الله وبيسجد وحقيقي وحقيقي ولد مبارك بمجد اسمك يا رب بمجد عملك يا رب وبشهد لعملك الصالح في حياتي وعايز أقول كمان إن حاجة من الحاجات المناقشة القوية والثقة اللي كانت موجودة في جوزي وقتها إن النيرفي دا يموت بعد ثلاث شهور يعني هي جابة المعاد علشان الولد مش مخلوق بودان علشان يسمع مش ما يسمعش في ولاد كتيرة بتبقى عندها ودان وعيال بتتولد بودان لكن الأهالي ما بيلحظوش عليهم عدم سمحهم غير بعد فوات الأوان لكن هو مخلوق من غير علشان يسمع ودي كانت حطة قوية جدا جدا للاختبار آمين شكرا كتير يا أخت سلوة فعلا ربنا يباركك أخت سلوة يعني الاختبار هذا اللي سمعنا إحنا ذكرت يعني بين الحديث إنه ليه كتير ناس عم تيجي للمسيح حي إحنا بنتكلم عن شخص حي بيتواصل بيتفاعل يعني بهمه أمرنا وطبعا بالمناسبة بحب أصلي من أجل كل الأمهات اللي بعانوا وعندهم أولاد وعن بتصلولهم ربنا يتدخل وربنا فعلا ثق في الرب خلي إيمانك قوي وإلهنا حاي وبيسمع وبيستجيب الصلاة وهي أجمل حاجة أليتها سلوة إن هي كانت قدما هي كانت وقعة وكانت ما عندهاش إيمان لكن لما سمعت جوزة هو بيتكلم جريت على الكتاب المقدس أنا عايز أقول إن الكتاب المقدس ده مليان كنوز نعم الكتاب المقدس بيوصل لنا وعود الله لحياتنا بيوصل لنا الطريقة اللي إحنا نعيش بها حياتنا وهي ده اللي خلاها إن هي تمسك في الوعود بتاعة ربنا في الكتاب وتصلي وتمسك في الرب والرب لا يخذي منتظروه ربنا ما ينفعش إن إحنا نقض نصليله وبإيمان وثقة وهو يجي يخذينا الله لا يخذي منتظروه أبدا أكيد أكيد أخت راشة يعني بعد ما أنت ذكرت إنه اللي بالعابر بعاني من الوحدة من الغربة فيه اتهامات كتير عليه بيوصل لحنات متعددة بيوصل في البعض بيوصل للكقابة عايش بخوف عايش بقلق من خدمتك العملية أنت كيف تتعامل مع هؤلاء الناس هو حياة العابر عموما ما بتبقاش سهلة يعني موضوع الكقابة وموضوع المخاوف ده هي بتبقى بتترمي على العابرين بالتحديد لأن حياتهم دايماً بتبقى صعبة لأن هم بيدخلوا في مواجهات مش بيدخل فيها المسيحي لأن المسيحي عايش في مجتمع هو معروف في أنه هو مسيحي لكن هو بيدخل في مواجهات ده هي المواجهات ده هي يا إما ده خليه يصاب بالكقابة وزي ما قالت سلوة كده هوت في اختبارها أن أنا كنت وقعة ومتش عايزة أن أنا كنت كئبة جداً كنت حزينة جداً من منظر الولد وهو مولود أول ولد لها من الواضح أن هي بتقول ابني كبير أو بقى عنده تقريباً 11 سنة حاجة زي كده يعني المواجهات ده هي تأما بتخليهم ينحصروا في ذاتهم ويكتائبوا ويبتدي أنه يحصلوا شفقة عن نفس يأما يترمي في الكتاب المقدس وأنه يتشدد ويتقوى ويرب يعني يبني عضلات روحية قوية في حياته الروحية عايزة أقول اختبار أنا مريت بي أنا أول ولد ليا أول طفل ليا مات بعد ولدته بوقته قليل كده وده جاب لي حالة من الكئبة الرهيبة لأن أهلي قالوا لي أنت عشان أنت سبت الإسلام أنت ربنا نتأمنك لأنه هو المنطقم في الإسلام فأنا رحت بالكلام اللي هو قاله وأنا جواي حزن طبعا بسبب أن أنا فقدت ابن لكن قلت لهم أنا يعني قلت للرب أنا محتاجة أن أنت تشفيني من جوا وقلت الأهلي أنتو مش من حقوق أنك أنتو ترمع علي اتهامات ربنا ما اتهمنيش بها فأنا انزويت جوا قطي وبتلت أقرأ كتاب المقدس وقريتي للكتاب المقدس في الوقت ده أنا لن أنسيها لأن ده أكتر وقت أنا كان عندي حصيلة في الكتاب المقدس أنا كنت بقرأ كتاب المقدس كده وكنت بحفظه يعني مثلا أقرأ إصحاح بعد ما أراه ممكن أسمعه لك ما أعرفش إزاي يعني ما تقوليش إزاي أنت بتعملي كده أنا مش بحاول أن أحفظ لكن أنا كنت عود أقرأ الإصحاح وأرجع أقرأ تاني وأقرأ تالت وحفظت أجزاء كبيرة جدا من الكتاب المقدس بسبب الموقف اللي حطت فيه ربنا في الوقت ده عزاني بتعزيات غير عدية وفي نفس الوقت كمان أنا كان فيه واحدة صاحبتي برضو كانت حامل في نفس الوقت ده وبرو فقدت ابنها فكنت بركيا السادة دي كانت مسلمة دخلت في دور من الاجتئاب الشديد وقعدت تتعالج وكانت عندها حالة يعني أنا طبعا كنت بروح أزورها علشان أطبطب عليها وأعزيها بحاول أن أنا أعزيها يعني بأي تعزيها ربنا يديها يعني كلمة أوصلها لكن أنا إلهي حي يقدر أنه يعزي أكيد رح أخد كمان مكالمة معنا الأخت هوب من الصومال أهلا وسهلا أخت هوب أنت معانا على الهوى أهلا وسهلا أخت هوب أوكي تسمعوني نعم تفضل أخت هوب يا أهلا فيكم تفضل أخت هوب أنت معانا على الهوى يا أشكركم أنا لو أحكي عن كيف جيت للرب إيد الرب لمستني وأنا في وسط السعودية في حلم وأخذ معايا وقت عشان الرب يفهمني ويجيبني لي يعني لحد ما آمنت أول شيء اختنعت بعقليا بعدين وراني أنه إله فوق العقل يعني فجيت للرب من 18 سنة وأشكر الرب فمرات بنفكر أنه الطريق سهل وطريق مفروش بورود لكن فعلا بقول أنه إحنا لما نيجي للرب على قد ما عندنا محبة الرب ومتمتعين بي برضو إحنا نجرب بالموت معاه يعني قصدي موت معاه إحنا موتنا من العالم والقطية وكل هذه الأشياء أنا عايزة أقول ما عايزة أطول معاناة اللي تيجي بعد ما نقبل المسيحية بتيجي معاناة كتيرة معاناة ناحية اجتماعية ناحية عاطفية ناحية ماديا بتيجي معانا ناحية روحية يعني مثلا إحنا اجتماعيا بنيجي من وسط عائلات كبيرة معروفين في بلدنا ووسط مجتمعنا فلما إحنا نيجي للمسيح بننفصل تماما عن هذا الشيء فملجأ الوحيد اللي لنا هي كنيسة فلما نيجي للكنيسة أنا بنسبة لي أنا عانيت رجكشن يعني رفض أنا ما حسيت إنه أنا منتمية حسيت إنه أنا إميجرنت يعني ضيفة في ملكوت الله مع إنه أنا ابنة وإخت فالناس بتنظر لك إنت لما تطلع من أهلك ووسط ناسك وكلهم يرفضوك وإنت واقف أمام ناس وتتحدى فيهم يعني عاطفيا بيتأثر أنا إذا قلت لك أولادي كبروا وبيتنا ما حدا ضد عليه يعني حتى مرة إنه باستر ما كلف نفسه يقول أجي معينه بيزور الناس التالي تخيل بقى أولاد يكبروا بشكل ده دم عناء الواحد يعاني فيها ويتأثر نفسيا عايزة أسألك على حاجة يا أخت هوب آيو أنت عانيت المعاناة دهيت لكن هل الرب كان بيسيبك في الأوقات دي؟ بالعكس يعني في يعني كل ما معاناة كتر كل ما المجد يكتر يعني كل ما حضور الرب وإعلانات الرب وتطبات الرب بتكتر وتكون صورة واضحة يعني فعلا الآية بتقول المجد بييجي مع المعاناة هي حقيقة ربنا بس أنا بقول الكلام ده إنه كنيسة تنتبه تنتبه تكون زي موسى آمين آمين أخت هوب يعني إن شاء الله بتمنى من كل قلبي إنك تكون معانا في حلقات قادمة حتى لأنه عندي شوية أسئلة ولكن الوقت أزف هيك سريع واخترشة معاك دقيقة أو نص يعني عشان تربط الموضوع إزاي أو كيف نواجه هذه التحديات اللي بيمر فيها العابر أول حاجة أول حاجة إحنا محتاجين ككنيسة إنه يبقى عندنا وعي إزاي نتعامل مع العابرين الجدد وإزاي نحتضنهم وإزاي نوصلهم رسالة المسيح من غير إيدنا بدل ما نتكلم على الانتقاد نبتدي إنه نبني فيهم إزاي إنه هو يكون سورة المسيح تاني حاجة أنا بصلي إن كل عابر ما يتخلاش عن وقت الخلوة اللي هو وقت الصلاة والقعدة مع كتاب المقدس والتسبيح وإن أنا أسيب ربنا يكلمني الصلاة مش إن أنا قاعد أتكلم 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 وأقول أمين وأمشي لكن أسيب وقت ربنا يكلمني تالت حاجة أنا نفسي إن أنا أوجيها رسالة صغيرة أنا بوجه رسالة آه إحنا بنسيب أهلنا آه إحنا بنمشي في طريق دي آه إحنا بنترك لكن إحنا بنترك لإله حقيقي إن لو أنا إلهي اللي أنا بعبوده ده ده مش إله حقيقي أنا ليه أعاني كل المعاناة ده هي ما لا كنت قاعدة مع أهلي وكنت قاعدة في بيتي ومعززة مكرمة لكن أنا بدبع إله حقي علشان كده أنا نفسي إن إحنا نصلي من أجل إحواتنا المسلمين ولو في أي أحد مسلم أي واحد مسلم لو واحدة مسلمة حضرة معنا النهاردة الاجتماع أو الوقت بتاعنا أو البرنامج أنا نفسي إن إحنا قولي معايا يا رب يسوع اقبل قلبي يا رب غير حياتي رب أنا بقبلك في قلبي اظهر لي ذاتك من فضلك أمين آسف يا أخترشة إن الوقت هيك مضى بسرعة ولكن إلنا لقاءات أخرى على نفس الموضوع بنعمة الرب ولكن عاوز أشجع كل المشاهدين إلى هنا حي ما بيترك أي إنسان خلي عينيك على يسوع يمكن البشر يخذلوك يمكن أنت كان عندك توقعات والتوقعات راحت ولكن التجئ ليسوع هو الوحيد اللي مش رح يتركك ولا رايح يخذلك أنا بصلي من كل قلبي إنه حتى لو هيك قلت له يا رب تعال إلى حياتي بتمنى إنه أسمع منك الرب يباركك وبصلي إنه فعلا فعلا إنه يعني الرسالة تكون وصلت وكمان المؤمنين شجعوا شجعوا صغار النفوس ربنا يبارككم اشتركوا في القناة